ايكو ماغ ايكو ماغ بوقت عن نص نهار واربعين دقيقة ضيفنا بحدينا وننتلقوا مع الانتربيو اكسبير الانتربيو اكسبير مرحبا بيكم وسعيد جدا بتواجدي معكم ومرحبا بيكم وبكافة مستمعية يا عايشك اليوم بش نحكيه على مراجعة الانتدابات والتعينات في جملة من المؤسسات وجملة من الوزارات اللي تم الاعلان عليها في الوظيفة العلمية اجمالا نهارة الجمعة خرجت القائمة شكون المعنيين وشكون اللي ما هوش معنيين لجنة ستتكفل بهذه النجم قوله المراقبة ولا اعادة النظر في التعينات السؤال اللي احنا ترحناه نهارة الجمعة ونحب نبدأ بيه جستما اليوم سؤال هل انا لموين اليوم كتونس في الظرف الاقتصادي اللي احنا قاعدين نعيش فيه بش نقوم بهذه العمليات شكرا نشوف احنا ديما نحكو حتى على مستوى الجامعية تونسيين مكافحة الفساد نقول للوب الفساد رو ديما اقوى واللي عمالية معناها اذا كان تصدي ليه بصفة عامة لابد بيشكون ثم معناها مجموعة متاع قوانين ومجموعة متاع قواحية نجم قادرة اني تواجهوا كي هي معاركة معاركة اذا كانت بيش تخوض حرب بامكانيات بسيطة جدا مع عدو مدجج بالسلاح يعني النتيجة واضحة اللي هي الفشل المسلة متاع الادارة التونسية وما دراك من الادارة التونسية وتعرف نحنا نحطوها في الادارة متاعها تحدثنا برشا وتهمنا بشيطانة الادارة لكن والحمد لله كانت جميع اللي مشينا له وحكينا فيه في دراسية وغيره كل كان صحيح وتحدثنا على ان الادارة التونسية عمود الفقري الاقتصاد التونسي ومن الفين وثلتاش نبهنا وكنا راهوا يعني ضرب الادارة التونسية وحياد الادارة التونسية راهوا بشكل نتيجة بتاعه انهيار الاقتصاد الوطني باعتبار ان تونس تعتمد على الخدمات وتعتمد ان الدولة اجتماعية بالاساس صرف نقطة مهمة قلت تاو شمانت الضرب الادارة التونسية وحياد الادارة التونسية عليش نسل فيك سؤالة دي لانه من ضمن اول التعليقات اللي جيت هو انه هل القرار هذا فعلا هو قرار لضرب الفساد أم لضرب المعارضين في الرأي داخل الإدارة التونيسية وإذا أشكالي خد نكون لوحد تحضر في رأي وزيد اليوم النجم أن نكون معناتها نجان في إدارة من إدارة التوصية عندي أرأي شخصية حاجة ما تلزم حتى حد تلزمني كان أنا لكن نتعامل مع الموظفين بنفس الشكل اليوم زيدا مش من دور ونسألك هل الموظف أن يكون معندوش انتماء في الحياة لازم نفرقه في المرفق العمومي حياد المرفق العمومي وأن المرفق العمومي حتى فاك الإضرابات دي منقول وراءه المرفق العمومي لابد أن يستمر في إزداء الخدمات بتاعه مهما كانت الظروف التي تمر بها البلاد سوى حرب أو أي مشاكل مهما كان نوع المشاكل هذه يعني سير مرفق عمومي وإزداء الخدمات هذا كمعناها مسألة لا يمكن أن نقشفها على مستوى العالمي هذا واحد اثنين وقت نحكو على حياد الإدارة وتعرف سيدك وسؤالك ذكي برشا أنه جميع السلطة ولا جميع الحكومات المتعاقبة ما فيه النظام السابق كل حد تحاول تحط إداءة على الإدارة التونسية باش يتوجه القرارات المتاعها وإمكانيات الدولة وإمكانيات الإدارة خدمة للمسارح المتاعها اللي صار باش تكون صورة تقريباً واضحة حتى عند السيد المستمعين اللي صار في العشر السنوات التالينية وخاصة في الفترة ما بين 2012 حتى 2018 أو آخر 2018 كان تم عملية تعتقاسم الكعكة يعني نوجده نحن الرئيس المدير العام تابع حزب معين وما بين قوسين في وقت تريكا تعرف اللي صارت لجنة خاصة متاع انتدابات في توزيع الكعكة هذه ما بين قوسين الوالي نوجده تابع حزب المعتمد تابع حزب آخر والآخر تابع حزب آخر يعني ولت مثلا غير منسجمة في العمل متاع الإدارة التونسية كل واحد يحكم بحكامه كل واحد ما لا يقول أنا هو الصحيح وكل واحد قالوه وراح الحزب انتعب بتنجمش تمسني إذا كان يعني مظلة القانون انسينا حياد الإدارة وش مناها حياد الإدارة حياد الإدارة إن تشتغل بالنواميس والقوانين الموجودة دون أن تكون هناك مصالح لأي حزب محدد فيه أي شخص أيضا زي دمان الولاء للوطن فقط أكيد الولاء للدولة للوطن نحن المدرسة الوطنية للإدارة يعني هي تقريبا كنا سباقين حتى على المستوى التاريخي في أنه تكون عندنا منظومة إدارية متميزة جدا ومنظومة إدارية لكن مع الأسف تكلست هالمنظومة هذه معنى الكلمة تكلست والأليات العمل المتاحها بيش تكون سهلة وتشتغل برياحية تعطلت عطلت بيتم معنى الكلمة من خلال هل التسميات ووضع اليد عليها بيش تمشي حسب معناها التواجهات ومسالح متاع موش بشي تعود هذية اليوم بالطريقة هذية اليوم نعطيك ملاحظات بعض الملاحظين في تونس على إثر القرار هذية يقول لك اليوم الموظفين العموميين نحكيه على ما يقارب 660-670 ألف موجودين اليوم في تونس اللي نحكيه عليهم تم انتدابهم من 2011 إلى 2011 لكن اليوم موبضع ألاف في نهاية المطاف يقول لك شنو تأثيره على 660 ألف وهل فعلاً الوزن المالي متاحهم في ميزانية الدولة التونسية في قتلة الأجور اللي هي تمثل أكثر من 40% من الميزانية التونسية في نهاية المطاف شنو يعني غير هل سيغير شيء الكثير وبعد شد خلوا في تفاصيل الأخرة نحكيه بطريقة التطبيق لأنه نوية شيء آخر لكن على الأقل نحكيه على نجاعة الموضوع في حد ذاته. وهل يمكن يرجع بنا للوراء اذا نفس الشيء مع السلطة الحالية وسلطة السابقة في اللقاء زادة فهمة تسريح لناس وادماج لناس اخرين وبنفس الطريقة ممكن يكون. هي ذاك اللي قاعدين يقولوا فيه هو ذاك اللي بيش نوصلوله احنا. كيفة? ايه. كان النتيجة متاع اللي جانا دي العمل متاع اللي جانا. ايه? واذا ان نبهت له انا شخصيا. علاش? لانه خلينا نبعد نوع المهم الشعبوية. واذا كان نحبه نكافحه الفساد. يا نكونوا على خط مستقيم. في تطبيق القانون. اقول جيد في تطبيق القانون دون اكل وازع الذاتي. ومو غيرو كله ما يسهلش. واللي مرينا بها الفترة دي كتار فايا دعه ويعمل دعه ويمر. نحن وصلنا لها. دعه ويعمل دعه ويمر. آآ ما زوالي حد شيء خده آآ رصيف. زوالي حد شيء خلي يخدم خلي كداش بيه واش عليه. ليدخلنا في مرحلة من الفوضى. مهم. هذي من التدعيات بتاع مسيلش خليه. واحد. اثنين. احنا راه آآ في آآ المسألة المبدئية نحب نأكد عليها. ان عملية التدقيق هذه لا يمكن ان تكون عملية بتاع تنكيل. ثلاثة. اللي الشعبوية بتاع الخطاب سواء بتاع رئيس الجمهورية. مهم. او الشعبوية بتاع اللي ضد متاعه باش يحقوا على لا. هذي يزمها تتنحها على جنبك كيف. ما اللي يضمن ذلك قبل ما تمشي النقطة السائل فآه. اللي يضمن ذلك هو النص القانوني. مهم. يعني انت كوقع انتداب هالناس اللي. انا بيدي وكونا اللي حكينا في العوف. وانا بيدي جتني تليفونات وكل الناس هاللي داخلوا وياخد مرم. هذي كما قلت انت بضع آلاف. مهم. ولي هما بنصوص قانونية. ودخلوا حسب نصوص على المقاس واللي هو زرف ساد هذا في حداته. ووقت تجي تحط النصوص قانونية متاع الفين واثناش والفين وحداش اوامر. اللي في كيفية هالناس دي بش تدخل وتقول يستثنى. وتعرف السيادك اللي الوظيفة العومية والمناظرات. حددها قانون. مهم. هو الاوامر هذي اللي جات في الفين وحداش والفين واثناش. اللي كانت استثناء للقانون. نقول لك يستثنى من الاجراءات القانونية متاع المناظرات. هالناس هذم. مهم. اللي دخلهم. اللي هم واشنوا. سبعين بالمئة. من العدد اللي تحاشك بيه. بيش يكون الناس هذ. مهم. بصريح الفصل. مهمش وكليبي. مهم. دونك العملية اخذت بعض اكثر منه آآ امتاع سياسة تهو الدولة الاجتماعية ووقتها في وقت البيجي يرح مو في وقت الغنوشي وقيل وقل حتى قبل كان ثم اللعبة على المعادة السلمي الاجتماعي. مهم. خلي ركحوا الشارع. بضبط ايه. حاجتي بنركح الشارع. وخليني ساعتهم بعد نخدم. وهذا كان على حساب ماذا? على حساب ميزانية الدولة. بهي اليوم هذو ما انتو ديبو. ايه. في ظروف خاصة كما انت ذكرت. نحكي على بضع آلاف قلنا على ستمية وستين الف كسكس اغو بخيزانت في نهاية المطاف. ماليا شنو الوزن متاحهم الساعة? ثاني حاجة قدرة الدولة وسؤال سئلته من المبكر يمكن حتى بالارقام. منتو ما عندكم ياسر تخدمو سيد ابراهيم يساوي على الموضوع هذيه. آآ آآ تكلفة هذا على الدولة التنصية قدرش تكون في مقابل آآ المدخول متاعه غالما. النتيجة شنوه بش تكون? ايه. صحيح. لكن آآ سؤالك خلينا نعك سؤال. آآ. لان المسلا ماشي مربوطة بال هالعدد تشوف فيه هنتم لا لا مش عدد تشوف فيه هده. خلينا نرجع هون الفين وعشرة واخر الفين وعشرة قدرش كان عندنا من موظف. آآ. يحقوا على ميتون وسبعين تلاتة مئة الف موظف. هكي ولا? انت متى وتحقوا على آآ نحقوا على ستة مئة وسبعين الف موظف. آآ. دوبل ولا لا? آآ. هكي. اكتب ثلاتة مئة الف موظف. آآ. وثمشقون يحقى لسبع مئة وثم يحقى لثمان مئة. اولا ايجي اعطينا عدد. انت عندك عندك انت تدفع كتل توجور. انت الماسك بالعدد الصحيح. مهم. صارحني بالعدد الصحيح امتع هالموظفين اللي عندك. مهم. واحد. اثنين. انت كيترجع للنصوص القانونية اللي قلتي انت بضع آلاف صغار. مهم. بضع مئات. وكلامك صحيح. اللي هما حسب المراسيم اللي صدرت في الفين وحداش والفين واثناش في الاتهدابات متاع. مهم. نقول لك بهي هزا ما انا ندخل ونقول لك لانت خلت بعين صحيحة وبالقانون وما تنجم تعمل لحد شيء. مهم. حتى التدقيق متاعك وكل. اذا كان امورك سليما. يعني ملف بتاعك. ديبلوماتية ولا الاوراقي ولا غير واي. اشكونا انت حدو احنا. اذا كان ترجع للسيادتك. نرجع وانا بحث جوي في هالمناظرات ولي تطلع في الرايد الرسمي. تنشن في الرايد الرسمي لعد انت المناظرات وكلها. فهمتني. ما فاتتش. اختي كريمة. الستة وتلاتين الف. آآ انت دي عنا. وهو امر انا هولته نوعا ما زيتك الهامش ما تحصلتش عليه. مهم. به. واذا كان تحكي على البضع المئات هدوما العفو تشريع العام على الشهداء وا 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 وا. بشقولي بضعة آآ مئاتها. يقول البقية منين جوه. مهم. الاكثر من ميتين الف موظف منين جوه. طبعش فما انتدابتها مع بلس انتدابات سنوية تصير معناتها زي البرائد. نحكي لك على انتدابات سنوية انا انا حكيت لك على ان تبعنا الرايد الرسمي في المناظرات الرسمية. شنوما 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 الطرق الاخرى اللي تم بهم الانتداب في الوظيفة العمومية ما عدا المناظرات والانتدابات المباشرة معت بهذه اللي تسير في المناظرات مفاماش. صحيتي. يعني نحكي. نحكي. اه. معتا ميتين وخمسين الف كلهم. اه? ايجا نحكي. ايجا نحكي. نحكي. معناتها تم تسمية. ايجا نحكي. ايجا نحكي. منين جوه الناس هدومه وكيفاش دخلوا للوظيفة العمومية. اه. اه. ثم تقريبا بياناتك وقحة سماها بين قوسين ورسمية. هبطت حتى في ما ما يستحوش ما حشموش. هبطت يقول لك الاولوية لابناء العملاء. وقت يقول لك هو يحبط لك المنشور كماك في الامر هذا يقول لك البنك المركزي. البنك المركزي كل يتاج فيها عائلة. كل يتاج فيها عائلة. يتقاسموا فيها يتوارثوا فيها. يتوارثوا فيها. وانا يتحمل مسؤوليتي في كلم هذا على المباشرة ويعرف. ومدام هبطت المنشور المركزي من اكبر مؤسسات المعنية بالانتلابات المشبوهة. البنوك العمومية كيف كيف من اكبر مؤسسات المعنية بالانتلابات المشبوهة. الى كان انت جيت حط لي البنك ما غير ما نسمي. وحط لي العشر سنوات وش دخلت في بصورة قانونية. عن طريق المناظرات. واعطيني العدد اللي عندك ريال المعنية. العدد اللي عندك ده موجود. توجه ما هوش يعني متناسق تماما مع اللي يكون وجه. كيفاش تبرر دونسوكا انت كام مدين مؤسسة وغيرها ووزارة مالية. الاجر امتاح? اذا كان انت ما عملتش مناظرة. ولم يتم الالحاق امتاح. وليس هونالك طريقة اخرى للانتداب. هذي موكول هذي موكول الجن تدقيق باش هو يفسر هالعمالية لانتدابات كيفا وقعت. هي ما زي اذي نحكيه فيه. ما نعراش معده سامش كون يسمع زي باش نحطه شوية الامور في اتاره. كل فما نوع من المبالغة في هذي خطر كينا نقوله اللي. انتي قلت على تخوصون ميل تثمية الف مثلا نضافه في العقاس ناشتين اخرانين. نحكيه مع انتا لحد شي مع انتا فما منهم كان ميتين وفما منهم كان مع انتا اللي منهم انتدبوا بشكل غير دقيق وغير واضح ميتين وستين الف مثلا. اللي هو العقل يقبل ذلك كما قالت مانيل وقتها بالحق نقول لي وما انتا نعيش في جمهورية الموزمة. اي اي بالحق احنا ماذا بنا الملفة ذات. يتفتح رونه علاش اللي انه سؤال متاع مانيل سؤال آآ تقدي وقانوني كيفاش يدخلوا يدخلوا عن تاريق مناظرات سوى مناظرات المسلمية او مناظرات عن تاريق الملفات. فماش تعينات وفماش ما فماش ترق عن تاريق الملفات. هذه المناظرات اللي نعرفوها احنا. اي مناظرات معقول سيد ابراهيم فما مناظراته لك في المقابل فما اشي اخرى فما طرق اخرى للتعيين للانتداب. انا قلت فما مثلا انتا سما تعينات تصير. تم تعيين فلانا بدون مناظرة. لي لي. مش نحكيوا على العملية الانتداب الكلاسيكي. تم مواسات خاصة انا نحط فيها مواسات متاعي نحط فيها الحبان. هما نحكوا عن مواسات عمومية. كانويت متاع الانتدابات تاع واضحة. بالنص. ملنجي مش تدخلوا دخلوا كم من باب. نجيش دخلوا من الشباك. الباب متاعه هو مناظرات رسمية. المناظرات وقفت لسنوات. لو نتفكروا يعني كان هنالك. وقفت لكل الانتدابات والمناظرات الامومية. هكا ولا? من الفين وفين وفينطاش صحيح. لانه قتلت الاجور وغيره. احكينا على الافجاة وغيره. ولا يمكن. صحيحتي. السؤال المطروح. السؤال المطروح. احنا نحكم ونقول على ثلاثمائة الف موظف. في اواقه الفين وعشرة. نحكم بعد على ستمية وسبعين الف موظف. هزيادة. احنا اليوم اسكن نحكيوا عليهم هذوم الارقام بكل ثقة في النفس ام هي ارقام مبالغ فيها. ومن نجموش نعرف حقيقة الامر الا اذا كان اللجنة واليوم المشرفة على هذا. تنشون بتخرج وتعطينا. ماسك. ماسك بجدول الوظيفة العامية هي رئاسة الحكومة. اللي هما يعرفوا اه المركز الواطن العالمية يعرف عدد امتاع الموظفين. كنت من خلال كتل الاجور. اللي قاعدة خلص بتخلص تحت الحيد. اه. تخلص بفيرمان بانكار ولا تقول ما تخلص تحت الحيد. صحيح. يعرف كتلت الاجور متاعه. فعلاقل ما نحكوش على المتقاعدين. نحكو على المباشرين. فهمتي. نحكو على عدد تم تداوله. ولم يقع تكريبه. نرجع له اللي هو حوالي ثلاثمائة الف في اواضح الفين وعشر. بعد دينا نحكو في الفين واربع تاش نحكو على ستمية وخمسين وستمية وسبعين. وثم نشكونا حكيك حتى على سبعمية وثمانية مية. يعني العدد ده الصحيح. لما يوقعش تكريبه كيف كيف. يعني انت هالطفرة دي والزيادة. حوالي اه نقول ونحن ميتين الف موارد. غير منطقية دي. غير منطقية. غير غير منطقية ديك علش قلت. هل هناك طرق اخرى للانتداب? هل للادماج خليني يقول مش انتداب مثلا مش بالطريقة المناظرة ولا غيره داخل الوظيفة العمية والمؤسسات العمية. الاستثناء الوقع هو حسب النصوص القانون الاوامر اللي صدد في الفين وحداش والفين واثناش. اللي تتا اللي تشمل اه بعدها الصنف محدد. متاع تنعفو التشجيع العام كيبا قلتكم متاع جرحة ثورة وكل شيء. المسألة اللي عندي انا في التدقيق هذي اللي باش يتعمل. واللجنة اللي سميتها انا لجنة الثمانية هذية. هل سؤال ممكن اللي هل يعني هي قادرة فعلا باش توصل الى ان تعطينا كشف كشف الصورة. يعني تكشف الحقيقة على الوضعية. لانه يكن مختلفين فيها وشارع وكلو مختلف فيها. خنقول له بناش تتكون ساي على لجنة الثمانية اللي قلت عليا. اه. رئيس الحكومة او من ينوبه. اه. رئيس الهيئة العلي للرقابة الادارية والمالية. سيكون مقرر. رئيس هيئة رقابة العمل المصالح العمومية. رئيس هيئة رقابة العملي املاك الدولة وشؤون العقارية وثلاث قضاة من القضاة العدلين القضاء العدلي الاداري والمالي اللي تمتعينهم بآآ بآآ دونك هذي تركيبة اللي هيا بشتن بثق عنها ايضا لجان اخر لجان تدقيق اخرى واللجان هذي ممكن هي تبدأ تعمل لجان فهمتني الجاه هوية هاي 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 بشتتولد لجان هاي تولد لجان واللي بمجرد يعني حسب النص بمجرد استكمال تركيبة اللي جان هذي بش كل لجنة تخرج اذن مأمورية لمنظورية متاحة بش آآ مباشرة عمل التدقيق ولأجل متاع العمل المتاحة من تاريخ الاذن بالمأمورية هو شهرين ومن بعد تحيل معناها التقريب متاحة الى اللجنة متاع اللجنة القيادة انصحها التعبير ولجنة الثمانية هذي باش تقوم بحوصلة وختم التقريب متاعها في اجل الشهر وتحيله على رئيس آآ الجمهورية هل هذا ممكن في الاجل هذية وبالتركيبة هذي وبالامكانيات الحالية اللي تونس نرجع بك لسؤال لول المنال آآ بكل المعطيات آآ بأمور تقنية آآ المسألة مستبعدة جدا آآ مسألة هذي لابد كما قدت احنا امام لوبي وامام معناها آآ ممكن غضوة تولي تكاتف متاع المصالح وبعضها باش الحقيقة دي ما تخرج. شو معنتها? آآ شو معنتها? معنتها كي مبديت يسيتك في اول الحديث وهذا ما الناس الزواء ولو سهي يبدو يخدموا ولغة الشارع ولغة آآ نحن تونسي آآ تعارك معه وتتضارب ومبعد يجي بوسك وصلى على النبي وتسامح ومشي طال الارواحك. اي لكن هذا مش واقع اليوم هذا مش واقع اليوم ان نجم الناس تخرج للشارع. صحيح. لا لا لا. انا ما خوفنيش الواقع. انا شوف اللي تخلى بمور قانونية. امور قانونية. اللي تخلى مدلسة هون مسألة هي تدليس بتاع الشهادة. اللي خلينا نبقى واضحين. رأي المسألة معنية بناس دخلت بشهادة مضروبة مدلسة. هذا اذا كان اثبت باي عين بش يجي واقع قولك انا مدلس شهادة وجي تخرجني. هو بتمت تتبعات جزائية بعد ذيك. يعني كان اللي دلسوا الشهادة متاحهم. اي. يعني هذا اللي معني بالامر هذا على خطر اقتل اللي نحكيه على مراجعة التعيينات تنجر ما تكون عندك شهادتك العلمية. ام. وامورها واضحة. ولكن شهادتك ما تسمح لكش انك تتسلم منصب بيه بيه بنعرشنا مركز معين. مراجعة التعيينات اللي تحدثت عليها واختلفنا فيها احنا توم. ثلاثة في العدد الكبير هذي كيفاش ادخل. هذي هون مراجعة بش تكون. كيفاش وقع ادماجهم. كيفاش وقع انت ادابهم. هذي المسألة اللي بش تطرح. والاكثر هذي اللي بش يخط حيز كبير برش. ام. في العمالية متاع التدقيق. كي هي تاخو حيز كبير عليش تغمت عليش تغمت عليش تغمت تنصيص على شهرين فقط. اه انا في اعتقادي مسألة معناها لابده بش كنت تجاوز على اقل حاجة ستة وشهرة. ومسألة مايش مسألة متاع ستة ولا ثمانية من الناس كل. انا ديما نبع على حاجة مهم. اذا كانت تحب الهيجان اه تشتغل. وخاصة في موضوع يهم اه نقول انا رو يهم اه الامن القومي. يهم الميزانية متاع الدولة. يهم ناس دخلت بشبهات وغيره كل. ومهما كان الموضوع. المسألة بده تكون عندها قيادية على مستوى اه امني. وعلى مستوى تقني. معناها متاع ناس تفهم في الاحواجة ديها. وعلى مستوى معناها لوجستي كبير برشا. بش ما يدرح تحدمات في الناس. داع صحيتي. وعلى مستوى قضائي. تكييف الملال. وجيد جدا انه تكون لجنة فيها قضاء. انه هو القادر على تكييف هل وقاعة هذه مخالفة للنص القانوني ام لا. اثنين انه امني استخباراتي ينجم يتبع رو فلان هذية تخلحت. اسمعنا هذية تخلت كذا. فما تضي بش يتبع الملفي متاعه. الثلاثة تقنية هذية انه بوابة دل المعلومات تبدأ مفتوحة. امام اللجنة هذية اللي عمال بتاعه. هاته ما نجمش يكون مخطر زي ده. ما نجمش يكون مخطر لانه بش يفتح ابواب لتنكيب الناس وإلا لي الهذا يولي يقول على هذيك وابتزازات وعنته ومشاكل كبيره برشا. انا التربية والنزارة التعليم العالي. هل السيدة دي تحصل اشهادة او ما تحصل. انت هون يا سيد بلاي ميساوي كنت قاعد تحط في قلب الموضوع الكله في اشهادة العلمية. وما نيلا عمت ملاحظة ممتازة من بك. لا انا حتيت هزوز. بيه نرجعوا بعد الفلاش بوغس نحب ونرجع ونحكي عن النقطة دي لانه زيت تركيز علي وكأنه نحكيه فقط على الشائد المزورة. لكن الهدف الجمهوري اكبر برشا واطر ماكي. صحيح 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 ميساوي يضيفنا وحديثنا اليوم حول قرار او الامر الرئاسي لمراجعات الانتدابات اللي يشمل الوظيفة العلمية نحكيه بالاساس على جملة من المؤسسات كنت ركزت برشا سيد براهيم على البنك المركزي من بكري. اه لكن النص هذي يشمل نحكيه على الوزارات والهيك الخاضع اللي شاف رئاسة الحكومة رئاسة الحكومة زكيف كيف الجماعات المحلية المؤسسات المؤسسات العمومية الهيئة العمومية البنك المركزي البنوك العمومية البنوك والمؤسسات المالية ذات المساهمة العمومية الشركات ذات المساهمة العمومية ومجلس نواب اه الشعب. وتقريبا نحكيه على كل شيء مانتا. نرجع للنقطة اللي كنا تركزنا عليها اكثر من مرة واكدت عليها انتي اللي هي الشهائد العلمية قلت راهوا هنا المراجعة هذية وتدقيق هذة وبشيهم بالاساس الناس اللي انتديبوا في الوظيفة العمومية دون شهائد وإلا دون مؤهلات خليني نقول تسمح لهم بذلك. آآ لكن فمش كان هذا اليوم في العملية ككل فما جاوين باخرة زادهاك ولا ليه؟ أكيد سوف آآ المسألة كيما كنا نحكو فيها ديما اللي يطرحها الشارع حتى في المقاهي ونستحكي هالعدد كبير هذي كويش جاب والعدد هذة شبيه ما ما عدناش عدد رسمي تصرح بيه الدولة. شكرا رو عادي هذة رو انت قاعدين من بين قوسين سماحنا رو قاعدين تهزوا وتنفضوا رو مش صحية رو معدي ستبئة سبئة ألف ومعدي سبئة ألف رو عندي ميتين ألف ولا عندي كده عادي العدد دا صحية باش نحن نجمو نفهمو واذا كان كل كان رو العدد هو بيدو نحقو عليه احنا سبعمائة ألف وقت كي نرجعو المعادلة بسيطة اللي اربعين من مية من ميزانية الدولة تخصص لماذا لكتلة الأجوار. يعني مسلا اذا كان نحن عدنا تقريبا آآ قداش ستين آآ مليون دولار ولا قداش من الارقام هذي من شدات بتاع ميزانية شوفي قداش ماشي منها لكتلة الأجوار. يعني آآ آآ خمسين مئة ديناره. آآ آآ وانتي آآ يعني آآ اذا كان نرجع لكلام ما كنتي والكلام الشارع اللي هالناس هضم عدد بسيط جدا سايا. هل يدخلوا هضم في الحضايا نقول نحن وقاليات ستاش وووها اللي هي تقريبا اذا كان نشوفهم نحنا في الدمج متاحهم واذا كان بشي تناحهم ما تنحوش هما خطو تخرب بنص نص قانونية زي نفهمها. هيدا شنو نحكي. اي لا. انا نحتاج عليك غضو اذا كان انا مشمول بالشيء لاجراءة هذا. ونقولك لا انا سمحت انا دخلت بمقتضى نص قانوني. لكن من يل عملت ملاحظة مهمة قبيرة مش وبتاش عليها انتي. لهي انه بعيدا عن الشهائد المدلسة ولا المزورة ولا الغير حقيقية آآ فما ناس آآ يدخلوا في معتا آآ في الماكن معينة وظائف معينة. عندو شهائد العلمية مش ما عندوش. ولكن مش بضرورة يكون فما تطابق مع المنصب اللي هو فيه. علما وانه نعرفه اليوم اللي زادة ثم توجه نحو الغو كونفكسيون. طيب العكس الدولة التونسية اليوم منذ سنوات من بعد الثورة الى حد الان دي ما يتقالوا لطومة صار. اللي هو الغودة بلو معه. مع انه ناس تكون موجودة في اختصاصات ولا في اختصاصات اخرتي. هذا مطلوب اليوم. مع انت اليوم بايش مش تبرر انك تلقى عبد مش في الى اكاديميك انتاعه مثلا. ما يسمع تلقى مع المكان اللي هو فيه. لكن الخدمة هو يخدم فيها قويل وبخبلا. كيف مش تحكم عليهم ماذا هو في عملية التدقيق? كيفش نحكم عليهم? اه? وكي يقول لك انا اللي اه من اسباب انهيار لادارة التونسية ووقت الجي ان اه السيدة دي عارفة وشوف في ادارة هو عارفة بتاع ناس اللي قل منه عنده وقفة بتاعي شهاد وباش تبررها. كيفش ادخل? وكيفش اخذاء المنصب هاد? هاد زد بسولية تترح. مم. وهو اهل الادارة واللي في الادارة يحقوا عليه. وما وجود بكثرة. ما فماش اليوم تلترتيب اه تصاعدي في الادارة وفم اقول الخمسة سنوات تدرش نوع ده وتطلع وتطيق تقع ترقيات ما نتاعي ازادة اداري بحث موجود. نجم تلقى شكون بالترقيات. بالترقيات وبالعقدة ميام داعو. نحكوش عالترقيات ترقيات هذيك اذا كان انت بيش توصل تشد رئيس مدير عام بالترقيات هذيك مستحيلة. اللي هو يسقط اسقاطا عليك. فهم دي بتاعينات. تجد روحك انت معناها تخدم تخدم بعد ما تنجدش بتنصولش لها المنصب انت جوب تروحك هنا يا راو على حكاية الانجدابات لانو رئيس مدير عام لا يتم بالمناظرات ما هده تغير تعيين مباشر. مسلا مش نجوع فكرة التعيينات في الوظيفة العامية هذي يصير. التعيينات في الوظيفة العامية ووضع اليد سياسة ووضع اليد كما قلت راه من وقت بن علي لحد الساعة حتى الوقت قاية سعيد. وضع اليد. لانو التعيينات اللي تموجودة حتى تو اذا كان انا نقول لك يا رئيس سيدة رئيس الجمهورية برر لي كيفية التعيينات متاعك هذا زادة. فهمني هل هو الشهادة العلمية متاع وشانتو طابق تناجم وتكون مؤهل. بيش يكون والي ولا بيش يكون رئيس مدير عام ولا بيش يكون سافير ولا كذا. انشر على الصفحات التعالي. كل واحد اللي 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 لدي المنظمات انشر ما تدفع. انشر الخوي خلنفهم كزانين. انت عطيني قدوة. كون انت القدوة. عطيني التعيينات هذي كل. هل هي بالحق كانت معناها تبقى القانون. واللي السيد اللي عينته تتوفر فيه شروط ولا ولا خطر بمجرد ولا. قبل في وقت بن علي. كان الولاء والكفاءة. احنا بعض سنة الولاء والكفاءة انسيناها. لكن الكفاءة مش مرتبطة فقط بالشهائد العلمية. ازا ده اذا موامناش بيكون مرتبطة مش شهائد بشكل المطلوب. لكن الناس اكفاءة. اذيك علش معقدة عملية عملية الامر الاخر هو انه اليوم احنا وقفنا على الفين وحداش. وبدينا من الفين وحداش مسألة التعيينات والانتدابات. حتى قبل الفين وحداش. كان هناك تعيينات وانتدابات ومناظرات. اه تفتح لتعيين شخص او اثنين. واللي كاليفية ما يمشيش واللي اه. ليه هو. يعني فينا المو اليوم اعليش وقفت على الفين وحداش. لا صحيح. اشوف روم مسألة اه احنا قبل كنا نبروا بها وقت خات خرجنا من الجامعة. كونو نجدوا مناظرات. كلوا هاي نشاركوا فيها. تيقولوا تيها ودك مسيرة مدخلوا يخدموا ويخلصوا. ومش حتى تحكي انت. بالفعل. هذي موجودة من قبل. منجموش ننقولوا لا راي وليدتها بعد الفين و وحداش. لا. مسألة موجودة ومتأصلة. لكن يعني نحن اذا كان نحكوا بواقعية. خلينا نحكوا بواقعية. مسألة هالتدقيق هذين. ستشمل اشهادة المدالس وتستسلم الناس وقع ادماجها بصورة غير قانونية. واقعيا هل نحن قادرين على انه ولا اللجنة هذية ولا القانون هذية. قادر بالفعل انه واسطينا لحقيقة كما هي. وقادر فعل على اكلم رئيس الجمهورية تطهير الادارة. فمتني من الشوائب متاعها هذي كل. اه. وشنو الهدف متاعك? هل هو هدف متاعك مكافحة فساد ومكافحة معناه اليات مغلوطة وقع استعمالها باش يدخلوا للادارة التونسية. ام انا المسألة هي سياسية شعبوية فقط. يعني برنامج وغضوة مدال جدية متاعه. انا نجم نجاوك متو. وكلك مثلا ماش جدية في المسألة في المسألة هذي. باعتبار ان نشوف صحيتي. في مسألة تدقيق. يعني شيء قال اعلن عليهم. ايه باعتبار انا كنشوفها اللجنة هذية ولا الكل. نجم وكلك ما نشوف حتى حاجة. لان المسألة اكثر كما كنا نحقو. اكثر يجب تكون مسألة متاع امكانيات كبيرة برشا. لا. اذا كان بالامكانيات متاع هذي رانا نجمو نحقو على ستة وثمانية اشهرة فسيلا معناه المسألة بش بش آآ. بايما يموبيلزي انتي الارسنال اللي عندك الكل في التدقيق وغير ولي كنترولر وليزوديتر معناه. الكل بش يكونوا آآ منكبين على هاته المهمة. وشو مقابل عندك زادة مهمة اخرى. مواما يا سعيد. هل عندك الموارد البشرية الكافية? هل عندك الامكانيات المالية الكافية? اي اليوم بكنا نعملو بنشمارك مع آآ في العالم مع عملية التدقيق اللي هي عملية موجودة مع تدسير في عديد دول العالم. آآ قداش تيخو وقت وقداش تتكلف العملية اللي مش نحكيوها على تقريبا جميع مؤسسات الدولة. آآ وقداش لازمها ترسانة بشرية كيف كانت تحكي منها. اي لا. مش نختمو بنقطة هذية. نختمو بها اللي المسألة رو اه في اعتقادي انا وجاوبتك من لون. يعني مسألة آآ معقدة. ومدام مسألة معقدة رو نزمها حي الزمني كافي. مرشو شهريا. على مستوى. حكيو على ميزانيات كبرى معنطها للعمليات هذية? لا مش هو اندخل في العملية متاعه. مم. هو داخل هالليترات هذية متى التدقيق وهيئة الرقابة نحن تقريب بعدها سبعتاش نحيئة رقابة. مم. على مستوى جميع الوزارات. هي ما 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 تدخل في خضم العمل بتاعه. اي لكن مش يولي مخصص للعملية هذية. وذية في وقت. مخصص ولا بده من الامر هذي ولا القانون هذي. الامر هذي لابده توسع فيه انه يشمل ناس اخرى باش نجمع على اقل تعاضد مجهود هذي متاع مكافحة الفساد. واللي مجهود متاع مكافحة الفساد رو مجهود ووطني. وما تنجمش انت المعلومة بيشتخذها من مصدر واحد. هنا انت روك امامه البحث عن مصدر متاع معلومة ومصادر المعلومة. توفر هيك الجيهات مختصة كي ما قلت لك بكري. جيهات نجم تكون امنية. اه. المسألة تنجم تكون اه انك تمدي ديك للمجتمع المدني. اه. تنجم تحت تفتح جميع اه امكانيات امتاع الدولة. ليس فقط الهيئة الرقابة هذي. على العمل هذيه والموضوع هذي. وبالتالي اه الحيزة الزمنة والامكانيات والدعم اللوجستي. وا 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 وا. كلها. اه اه ازا تنظم النصوص القانونية نجم تخليه انه قادر بيش يجم يشتغل بارياحية. وان المعلومات تكون سرية. هي اللي بيش توصل. وان التقارية تكون تسرية. خطر ان احنا نشوفها على تدقيق فيسبوك. وتشوفي انها تولي تتنشرها التقارية تتنشر على مواقع التواصل الاجتماعي. المسألة متاع السرية متاعها لها تحفاظ على برشح واجه. واو المسار متاع التدقيق واحد. ويعني اه يعني اه اه محافظة على شخصيتها ده من الناس المعنى بيش بتهتك شرفها متاعهم وتقول ربيهم وعليهم وكذا. يعني العملية لازم تكون فيها احاطة كاملة وطروف معينة موجودة متوفرة. هل ستتوفر انت اللي فهم من كلمك لسعي بيسر. الامكانية سعي بيسر انت توفر العملية وتنجم تصير في شهرين في كل اه الاحوال. اكيد. شكرا لك. شكرا لك. شكرا لك. شكرا لك. شكرا لك. على حضورك بحثين وقعدوا معنا بشانة الجولة العالمية. بعد لحظات ما هيجربو جماعة.